بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الاستسقاء وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب الدعاء في الاستسقاء قائمة قال الإمام البخاري رحمه الله باب الدعاء في الاستسقاء قائمة ثم ذكر عن أبي إسحاق رحمه الله قال خرج عبد الله بن يزيد الأنصري وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم فاستسقى فقام بهم على الرجلين على غير منبر فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالكراءة ولم يؤذن ولم يقم قال ولم يؤذن ولم يقم قال أوسحاق ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر رواية عن عباد بن تميم أن عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم فقام فدع الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول ردائه فأسقوا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم فقام فدع الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول ردائه فأسقوا فترجم الإمام بخيري رحمه الله هذه ترجمة الدعاء في الاستسقاء قائما الدعاء في الاستسقاء قائما طبعا مرت علينا إروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب في يوم الجمعة وجاء ذلك الأعربي وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الجدب والقحت فعلى ذلك دعا وهو قائم على المنبر ودعا وقائم على المنبر وكان على حالي مستجبر القبلة وأيضا يتوجه بوجهه إلى أو أقبل بوجهه على الناس فدعا أنه دون صلاة ودون أن يحول الرداء وأيضا كما قال المنبي بخيري رحمه الله باب الدعاء في الاستسقاء القائمة ثم ذكر أن عبد الله بن يزيد الأنصري وكان من الصحابة كما قال أبو صحاق رضي العنو وراء عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم أي أنه يثبت له الصحبة فخرج عبد الله بن يزيد الأنصري وخرج بالناس إلى الصحراء إلى مصلة في الصحراء يستسقي لهم وكان أميرا على الكوفة من جهة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه خرج عبد الله بن يزيد الأنصري وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أركم رضي الله عنه فاستسقى يبا خرج لطلب السقية خرج إلى الصحراء فقام بيه على رجليه على غير منبر يبا قام أي أنه دعا قائما دعا قائما فاستغفر أي دعا ربه شبحانه وتعالى قائما ويطلب السقية من ربه شبحانه وتعالى ثم صلى ركعتين يجهر بقراءة ولم يؤذن ولم يقيم إن صلاة الاستسقاء يبا ليس لها أذان وليس لها إقامة ليس لها أذان وليس لها إقامة ولكن كل ما في المسألة أن الإمام بيعدي الناس في يوم ما وحتى يخرجون لصلاة الاستسقاء يبا كيف بيخرج الناس إلى صلاة الاستسقاء ليس هناك يعني كلمة تجمع الناس أن يقول الصلاة جامعة أو ليس هناك أذان وليس هناك إقامة فكيف يسكتمع الناس ذلك أن الإمام بيعدي الناس في يوم أن يخرجوا معه إلى صلاة الاستسقاء وأن الإمام أيضا بيطالب الناس برد المظالم وكذلك الإقلاع من الذنوب والمخالفات والاستقامة على أمر الله وأن يلازموا بين الاستغفار والتوبة وأن هذا أرجى للقبول وأن المطر يمنع كنتيجة للمخالفات وكانت أجتيجة لما يرتكبون من ذنوب معاصة أو لإنحراف عن منه جلس سبحانه وتعالى فبالتالي يتطلب هذا الأمر أن الإمام يعز الناس ويذكره وأيضا أن الإمام يطالب الناس بالإقلاع عن الذنوب والمعاصي وكذلك أن يستقيموا على الأمر ربهم سبحانه وتعالى ويردوا المظالم فقام بمعرض إليه على غير منبر فاستغفر أي دعا طلب السقية ثم صلى ركعتها جرب القراءة ولم يؤذن ولم يقيم إذن بيّن هنا أن الدعاء كان سابقا أو طلب السقية كان سابقا للصلاة أيضا رواية الثانية رواية عن عباد بن تميم أن عمه رضي الله عنه كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسخي له فقام فدع الله قائما لما كان الدعاء قائما وبيظهر طبعا هنا التذل والانقسار بين يدان الله سبحانه وتعالى ثم تودى قبل القبلة وحول رداءه فأسقه تودى قبل القبلة وحول رداءه فأسقه هنا يبقى ترى هل الصلاة بتكون قبل الدعاء ولا الدعاء بيكون قبل الصلاة فعلى ذلك ذكر في الرواية السابقة اللي هي الرواية كما بيّن أن عبد الله بن يزيد الأنصري يبقى دعا ثم صلى وكان يجر بقراءة قال الإمام بخري رحمه الله باب الجهر بالقراءة في الاستسقه قال باب الجهر بالقراءة في الاستسقه وذكر أيضا هذه رواية عن عبد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بقراءة يبقى جعل الدعاء وطلب السقية قبل الصلاة وقبل تحويل الرداء قال فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة يبقى في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي للقو وبالتالي توجه إلى القبلة يدعو يبقى يستقبل القبلة في الدعاء نغير طبعا يعني حال كما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخطب الجمعة ودخل ذلك العربي ورفع هذه الشكوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعه وهو على حاله يبقى كان مستدبر القبلة مقبل واجه على الناس ودعه هو قائم دون أن يكون هناك صلاة وكذلك أو تحويل للرداء هنا في هذه المسألة كما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يبقى خرج للاستسقاء خاصة يبقى الخروج ده كان للإستسقاء أنه غير طبعا لما كان بيخطب الجمعة ويطلب منه ذلك المطلب لكن ده خرج الإستسقاء فتوجه إلى قبلة يدعو وحول الرداء ثم صال ركعتين جهر فيهما بالقراءة يبقى مع أنها طبعا في النهار في النهار لكن يجهر فيها أيضا قراءة كما بيجهر في صلاة العدين ودي صلاة نهارية يبقى في الصلاة النهارية دايما يبقى هذا الظهر وعص يبقى لا جهر فيها لكن في صلاة الفجر وهي أيضا حتعد صلاة نهارية لأنها لا نصل للفجر إلا بعد طلوع الفجر يبقى ده بداية اليوم وكذلك أيضا صلاة العدين يبقى صلاة جهرية صلاة السسقاء صلاة جهرية إن كان حيطا مما في النهار صلاة الكسوف أيضا لكسوف الشمس أيضا صلاة جهرية فلذلك قال جهر فيهما بالقراءة ثم ذكر الباب التالي قال باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس أيضا ذكر نفس الرواية عن عباد بن تبيبي رواية حدة ممكن تترجم لها أكثر من ترجمة يبقى هو ترجم أكثر من ترجمة لهذه الرواية قال أيضا في رواية عن عباد ابن تميم عن عمه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج الساسقين قال فحول إلى الناس ظهره يبقى قلنا على أنه بيستقبل القبلة للدعاء واستقبل القبلة يدعو يبقى على ذلك حول ظهره للناس لأنه حيستقبل القبلة والناس يصطفون خلفه أيضا يؤمنون بدعاء فقال خرجه يستسقي فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو واستقبل القبلة يبقى حيستقبل الناس ولو استدبر القبلة يبقى حيستقبل الناس في خطبة الجمعة كان بيستدبر القبلة وبالتالي بيستقبل الناس يبقى في الصلاة بنستقبل القبلة ونستدبر الناس كذلك أيضا في الدعاء لما يكون على المنبر يوم الجمعة يبقى بيدعوه على تلك الحال مستدبر القبلة مستقبل للناس لكن بالنسبة لدعاء الاستسقاء يبقى على ذلك بيستقبل القبلة ويدعوه فلذلك قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جار فيهما بالقراءة جار فيهما بالقراءة ثم ذكر الباب التاني قال باب صلاة الاستسقاء ركعتين أيضا هذه رواية عن عبد بن تميم رحمه الله عن عمه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه يبقى فيه رواية بتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ودعا ثم حول الرداء ثم صلى ورواية أيضا بتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حول الرداء إلا بعد الصلاة ما حول الرداء إلا بعد الصلاة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه أيضا الباب التالي قال باب الاستسقاء في المصلى باب الاستسقاء في المصلى وأن المصلى دي يبقى أشمل إما أن تكون يعني في مسجد أو المصلى يبقى خارج الصحراء يبقى المصلى كما كان يصلي العليد يبقى كان يخرج إلى المصلى ولذلك أمر الحية من النساء أن يشهدنا الخير ودعوة المسلمين وعند الصلاة بتعتزل المرأة الحائط المصلى يبقى ده المصلى بيكون في الصحراء خارج المسجد وطبعا في يوم الجمعة بيصلي داخل المسجد فاستسقل القوم يبقى صلاة الاستسقاء إما أن تعقد في المسجد وإما أن تعقد أيضا في المصلى فقال باب الاستسقاء في المصلى وذكر أيضا نفس الرواية عن عبد بن تميم رحمة الله عن عمه رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداء يبقى استقبل القبلة ودعا ثم صلى ثم قلب الرداء في رواية يبقى استقبل القبلة ودعا ثم حول الرداء ثم صلى يبقى دي كلها صور جائزة كل هذه صور جائزة إما أنه يستقبل القبلة ويدعو يحول الرداء ثم يصلي أو يستقبل القبلة يدعو ويصلي ثم يحول الرداء في كلا الأحوال يبقى دي كلها صور جائزة قال سوفيان في أخبرني المسعودي عن أبي مكر قال جعل اليمين على الشمال يعني معنى تحويل أو قلب الرداء أو تحويل الرداء قال جعل اليمين على الشمال يبقى بيقلب نقول الثياب على ظهري يبقى بيجعل الداخل خارج والخارج داخل فده عشان ينتقل يبقى الكتف الأيمن للثوب يبقى بيكون أو الزراع الأيمن يبقى جاءت العتق الأيصر يبقى ده كلام ده مش هيحدث إلا لما يقوم بقلب الثوب قلب الثوب إن كان قميص قلب القميص يبقى جعل الباطن الظار والظار باطن إن كان نقول غير ذلك يبقى أيضا بيحول ذلك الرداء وبالتالي نقول الزراع الأيمن للثوب يبقى حيبق على العتق الأيصر والذراع الأيصر يبقى على العتق الأيمن ده لما يقوم بقلب ذلك الرداء قلنا تيمنا حتى يتحول الحال من حال إلى حال فإما أنه قلب الرداء وحول الرداء بعد الدعاء وقبل الصلاة أو قلب الرداء وحول الرداء وقلب الرداء بعدما صلى قال باب استقبال القبلة في الاستسقاء يبقى للدعاء باب استقبال القبلة في الاستسقاء ثم ذكر رواية عن عباد بن تميم أن عبدالله بن زيد الأنصاري أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يصلي وأنه لما دعه أو أراد أن يدعه استقبال القبلة وحول رداء قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم و attractions يصلي وأنه لما دعه أراد أن يدعه استقبل القبلة وحول رداء يستقبل القبلة ويحول الرداء يصلي أو أنه في الدعاء يستقبل القبلة هذا الكلام لما خرج لصلاة الاستسقاء لكن جاذت صلاة الاستسقاء أو جاذ الدعاء بالسقية وهو على المنبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مفهش استقبال القبلة ولكن على وضع على هياته وعلى حاله إنه يكون مستدبل القبلة مستقبل للناس دعه على تلك الحالة ولم يحول الرداء ولم يصلي ولكنه اكتفى بصلاة الجمعة ولكنه اكتفى بصلاة الجمعة إن خرج لصلاة السسقاء يبقى بيصلي وبالتالي بيستقبل القبلة ويدعو ثم يحول الرداء ويصلي أو يستقبل القبلة ويدعو ثم يصل ثم يحول الرداء لكن ممكن طلب السقية من غير صلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو على المنبر ثم ذكر الإمام بخارج الحمد لله الباب التالي قال باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء يبقى لما بيطلب السقية يطرى هل بيرفع اليدين ولا بيكتفي بالدعاء دون رفع اليدين قال باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء يبقى إنما جعل الإمام ليؤتم به فرفع الإمام يديه لطلب السقية يرفعون أيديهم أيضا يبقى المأموم تبع الإمام في ذلك الأمر قال باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت المشيع هلك العيال هلك الناس فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعون ورفع الناس أيديهم معه يدعون قال فما قرجنا من المسجد حتى مطرنا فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى فأتى الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بشق المسافر ومنع الطريق قال بشق المسافر ومنع الطريق قال أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه قال حتى رأيته بيض إبطيه إبدا من شدة رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ومنشدة النبي صلى الله عليه وسلم وربي سبحانه وتعالى أن يسقيهم فقال أنس بن مالك رضي الله عنه أتى رجل عربي آل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الماشية وهلك العيال وهلك الناس قلنا طبعا ده نتيجة القذب والقحت يبع على ذلك تهلك الماشية ما فيش مرعى فيش كلاء ولا عشف وكذلك قلة المال قلة الماء فهلكت الماشية وهلك الزرع وهلك الناس وهلك العيال قلنا كنتيجة لقلة الزرع والضرع فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو يبقى كان الحال ده هو يخطب بالناس كما مرت علينا روايات فرفع يديه على المنبر يدعو ورفع الناس أيديهم معه يدعون يبقى إنما جعل الإمام يتم به فرفع الإمام يديه للدعاء يبقى بنرفع أيدينا أيضا في مسألة الدعاء قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا والأصل في الدعاء هو رفع الأيدي يعني أصلي كده في الدعاء هو رفع الأيدي إلا في المواطن التي وردها التي لم يرد فيها رفع اليدين وأنه كحال الانصراف من الصلاة يبقى فيه بندعو ولكن ليس فيها رفع اليدين لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الدعاء ثابت يبقى بعد الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي العنوه والله إني لا أحبك فلا تدع دبر كل الصلاة أن تقول الله معني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يبقى على ذلك دعاء أعلموا ذلك الدعاء أن يقول ذلك دعاء دبر الصلاوات ولكن ليس فيها رفع اليدين فالأصل أساسا هو رفع اليدين في الدعاء وإلا في المواطن المواضع التي ليس فيها رفع اليدين كحال الإمام لما بيدعو في يوم الجمعة يبقى لا يرفع اليدين يبقى كما عدنا النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه وكذلك أيضا هذا دبر الصلاوات لكن الأصل هو رفع اليدين والله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يستحي من عبدي أن نرد يديه صفرة يبقى معنى كده بيرفع ديه في الدعاء وده الأصل كده يبقى زي ما احنا نقوله الأصل إنما الأعمال بالنيات وإن الأعمال مفتقرة إلى النية لكن في أعمال لا تفتقر إلى نية عملوا ثبع الإنسان حتى يعني لم يكن جميعا للنية زي كما قالوا في بضع حديكم صدق بضع حديك تحتاج نية لا يحتاج الأمر نية عشان كده تعجبت الصحابة رضي الله عنه قال كيف يعني يعطى الإنسان هذه الصدقة وبيأتي حظه وأيضا بيقضي الشهوة فقال رأيتم من وضعه في حرام ما كان عليه وز فكذلك من وضعه في حلال كان له أجر يبقى لذلك بأداء ما تحتاجش النية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من غرس غرسا أو زرع زرعا فأكد منه إنسان أو بهيمة أو طير كان له صدقة يبقى الزرع ده بيفلح الأرض هل ينتوي أن الزرع دي كل من أكل منها وثاب على ذلك لا من غرنية حتى ما صرق منه كما قال في بعض الروايات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات يبقى من غرس غرسا أو زرع زرعا فأكد منه بهيمة أو إنسان أو طير فكان له صدقة حتى ما صرق منه حتى ما صرق منه يبقى على ذلك يبقى الطير ده يأتي ويأخذ الحب ونقول ده على غير رغبة الزرع أساسا على غير رغبة الزرع ولكن مع ذلك يبقى بيثاب على ذلك يبقى ده يطلع يحتاج عند الزراعة كده اللينية لا يبقى ده عمل يثاب عليه فيبقى يأتي بعض الأعمال السنة بيانت أن العبد يثاب عليها ولا يحتاج إلى نية كما بينا وفي بودة أحدكم صدقة وفي بودة أحدكم صدقة يبقى على ذلك غير طبعا يرفع رجل اللومة إلى فيه امرأة يحتسبوها يبقى لازم يكون فيها النية حتى النفقة أي نفقة ينفق رجل على امرأة يحتسبوها يبقى لازم فيها احتساب الأجر والثواب طلب الأجر والثواب الله سبحانه وتعالى يبقى ممكن أعمال كده يبقى أمور في حياة الإنسان بتمر هو لو قرم بها النية يثاب عليهم لو لم يقم بها النية يبقى لا يثاب على ذلك الأمر يبقى حتى اللقم يرفع لي فيه امرأة قال يحتسبوها يبقى ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أننا كلنا نية نواية في هذا الأمر لكن وفي بودة أحدكم صدقة يبقى ليس هناك نية لكن الأصل كده إنما الأعمال بالنيات والأعمال مفتقرة إلى النيات إلا ما ورد بالدليل هنا الأصل في الدعاء رفع اليدين إلا ما ورد به الدليل فلذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ورفع الناس أيديهم معه يدعون قال فما خرجنا نسجد حتى مغطرنا يبقى جاءت الإجابة فورية نقول دائما الدعاء بيعطى به الإنسان إحدى ثلاث إما أنه هو يعطى عين مطلب أو يصفى عنه من البلد بقدرها أو أنه هو يدخل له ذلك ثواب الدعاء يوم القيام نقول الإنسان لابد أن يكون فقيها قلنا لماذا لأن البعض يدعو إبقى نزلت به نازلة وظل يدعو فطرة طويلة ثم انقطع لماذا انقطعت يا فلان إبقى قال دعوت ودعوت ولكن لم يستجب لي فبينقطع نقول له ده طبعا نتيجة الجهل وفق الأحكام يدفع الإنسان إلى أو حرك الإنسان إلى استمرار وإستدامة العلم لدي طاعة وعبودية الله سبحانه وتعالى سواء بقى أعطي العبد عين مطلب أو لم يعطى ذلك الأمر لعلمي أن الله تعالى يتقبل مننا الدعاء ويستجيب ربنا سبحانه وتعالى ولكن يا طارى يبقى إحنا بنعطى بالدعاء إحدى ثلاث إما نوع عين ما أطلب لكن دائما الصورة القاصرة عندنا إنه إن لم يستجب لي معناها أنني لم أعطى عين ما أطلب يبقى لم يستجب لنا يبقى البعض يظن كده ده نتيجة قصور الفهم لكن إحنا بنعطى إحدى ثلاث إما بيطفع عندنا من البداية قدرية أو يدخل لك يوم القيامة أو حطوة عين ما تطلب لكنها اللي بيخليها من قطع أن إحنا هي الصورة واحدة في الذهن فقط صورة واحدة لذلك دائما بنؤكد إن مسألة التصور الأمر يبقى أنا أعلم يقينا في مسألة الدعاء أن الله تعالى يستجيب للعبد ما لم يدعو بإسم أو بقطعة رحم هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم أيضا يقينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يعطي العبد إحدى ثلاث إما عين ما أطلب وإما يدخل لك هذا الكلام أو يدخل لك سواب الدعاء أو أنه يدفع عنك بالبلاء بقدرها وأيضا بنؤكد دائما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا 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 على كفار قريش لما وضعوا سالة جزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي دعا عليهم ومات قتلوا يبقى في بدر في السنة الثانية من الهجرة يبقى بعدها فطرة زمنية طويلة استجاب الله تعالى للدعاء استجاب الله سبحانه وتعالى للدعاء وأدي الدليله لكن ترى متى وقع هذا الأمر يبقى في بدر بعد السنوات بعد فطرة طويلة زمنية طويلة فالله تعالى يستجيب لكن يطلع متى يعطى العبد عين مطالب إن كان قدر له ذلك ربنا سبحانه وتعالى إم على الفور وإم أنه يؤخر ذلك الأمر لما يؤخر يبقى المطلوب مزيد من الطعات ومزيد من الاستغفار ومزيد من التوبة دي بتدخل العبد إلى طعات عاس العبد أن ينقطع عن الطع لو أعطي عين مطالب يبقى لما أطلب مطلب كده والله تعالى يعني أعطاني عيني مطالب ينقطع لسان الدعاء والدعاء ده هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالمحن ده هي بتدخل لساني للدعاء ومع استمرار المحن والنوازل أيضا بنستمر في الدعاء بنستمر في العبودية عبوديات ممكن ينقطع عنها الإنسان لو أعطي عين مطالب ولكن دي عبودية بتستمر طالما أن المحنة ما زالت مستمر أو النازلة ما زالت مستمر فيها مزيد أيضا من استغفار مزيد من التوبة وكذلك النابة الله سبحانه وتعالى كسرت الدعاء ومنزمت الدعاء كل ده اللي أدخلنا لها المحنة ده هي فهي محنة لكنها فيها منح فيها منح ورحمات من الله سبحانه وتعالى لو لهذه البلية يعني ما استمر الإنسان في ذلك الدعاء وما تضرع إلى رب سبحانه وتعالى ولذلك الله عز وجل كما بيّن وكما قال وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمِ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ وَلَقَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَقَدْ أَرْسَلْهُمْ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيْنَ لَهُمْ وَزَيْنَ آخَativoِ وَ味ِن green وِارِسَلْلُأَسَنَى يَتَضْبُهُمْ وَلَقَدْ وَوَجُنَهُمْ عِذْنَertoً والضراء لعلهم يتضرعوا فلولا إذ جاءهم بأسنا يتضرعوا يعني ده نقابل إزاي بقى الشدة والنزلة بالدعاء لجوه إلى الرب سبحانه وتعالى يعني نلجأ إلى الرب سبحانه وتعالى فبدأ باب إحنا يدخل العبد خلاله إلى تلك الطاعة التي من الممكن أن يكون غافلا عنها أو ليس بمكثل منها فإلا هيدخلنا دايما المحن فنستمر وعبد ربك حتى يأتيك اليقين لإمتى لغاية لما ندعوه هل لما يؤتى العبد عين مطالب لا يعني إن أعتى العبد عين مطالب فهذه العبادة عبادة مستمرة فيواظب عليها الإنسان وبيشعر العبد أنه فعلا عبد لله يشعر بالعزة يعني العبد يشعر بالعزة لما بيرفع داي يعني إلى السماء يدعو ربه سبحانه وتعالى يشعر العبد كده بالعزة له رب الله عز جل يستجيب لدعاء هذا العبد يعني كهذا العبد الذي أذنب ذنبا فقال رب يغفر لي ذنبي فالله تعالى يقول علم عبد أنه رب يأخذ بالذنب ويغفر الزنب أنظر إلى إجابة الرب شبحانه وتعالى فعبد أذنب ذنبا قال رب يغفر لي ذنبي يقول ربنا سبحانه وتعالى علم عبدي أن الله هو رب يأخذ بالذنب ويغفر الزنب وإلا لماذا أنت بتطلب المغفرة والرب سبحانه وتعالى ده بيان عملي أنك أنت عبدي لله فعرفنا كلام ده منين أنه لما أذنب زلة القدم دعا ربنا سبحانه وتعالى أن يتوب عليه أن يغفر له ذلك الزنب إذا علم العبد أنه رب يأخذ الزنب ويغفر الزنب بدليل أنه طلب المغفرة من رب سبحانه وتعالى فقال فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى فأتى الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله باشق المسافر ومنع الطريق يبقى لما اشتد المطر يبقى على ذلك حال بين الإنسان وبين الصفر يبقى حال بين الإنسان وبين الصفر منع الطريق منع الطريق إزاي من شدة المطر يعني من شدة المطر فده حالة بين الإنسان وبين الوصول إلى المسجد حالة بين الإنسان وبين قطع الطريق في الصفر فلذلك كان المطر دلال أنه كان غزيرا وشديدا حتى أنه يعني يتضرر منه المسافر ومنع الطريق ومنع الطريق ومنع أنه لا يستطيع أن يسير في ذلك المطر غزير أو تحولت الأرض إلى أرض وحلة وبالتالي لا يستطيع أن يخوذ فيها ثم ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه حتى رأيته بيض إبطيه يبقى عشان يرى بيض الإبطين كده يبقى معنى كده أنه رفع رفعا شديدا يبقى رفع اليد رفعا شديدا يطلب الغوث من ربه سبحانه وتعالى ثم ذكر الباب التالي قال أمام رفع الإمام يده في الاستسقاء قال الإمام بخاري رحمه الله باب رفع الإمام يده في الاستسقاء وذكر أيضا هذه الرواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه في شيء من دعاءه إلا في الاستسقاء وأنه يرفع حتى يرى بيض إبطيه أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعاءه إلا في الاستسقاء وأنه يرفع حتى يرى بيض إبطيه فأنس يعني كأنه بينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء إلا في موت طلب السقية ده كلام أنس بن مالك ده كلامه حسب ما هو رأى كما قالت عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال من قيام فلا تصدقوه هي بتكلم على مشاهدية شفتها وهي لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبول إلا قاعدا أنه إذا كانت بترى هذا الأمر وبالتالي نفت الصورة الأخرى قال من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال من قيام فلا تصدقوه لكن الصحابة كحذيفة كالمغيرة بن شعبة رضي الله معنوما كان يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى صلى الله عليه وسلم فبال قائما وذولا كانوا يستحبون النبي صلى الله عليه وسلم في الصفر فيما في مشاهد غابت عن عائشة رضي الله عنه ولكن لما تكلمت تكلمت بما ترى وتعلم فعلم عائشة أو رؤية عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا بال بال من جلوس فنفت الصورة الأخرى لعدم رؤيتها لكن مش معنى النفي على ذلك هذه الصورة غير موجودة لكن الصحابة أثبتت ذلك الكلام ودائما المثبت مقدم على المنفي مثبت مقدم على المنفي هي نفت لأنها لم ترى لكن الصحابة الذين اصطحبوا النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره بيذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم منبالة من قيام يبقى ده حكم ثابت يبقى منقول إن شاء الله ترضى عائشة بدول كده قال تعالى حسب ما تعلم حسب ما ترى لكن الآخر ده تقول معاه جادة علم والمثبت دائما المنقدم على المنفي فأنس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع أديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء كأنه نفى تماما أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع أديه في الدعاء إلا في حالة الاستسقاء فيبقى إما ده نتيجة أن أنس رضي الله عنه يطلع إلا على ذلك الأمر ونقل ما رأى ونفيه مش معنى أنه يبقى نفي ذلك المشهد الذي أثبتته الصحابة رضي الله عنه أو أن أنس بن مالك رضي الله عنه مقصده أنه لم يرفع ذلك الرفع الشديد إلا في الاستسقاء ولذلك قاله وأنه يرفع حتى يرى بيضوء بطيهين يبقى لما قال يرفع أديه في شيء من دعاء إلا في الاستسقاء أي لم يرفع هذا رفع الشديد إلا في الاستسقاء ولكن باقي الرفع في الدعاء يبقى لم يرفع ذلك رفع الشديد إما أنه مقصد أنس بن مالك رضي الله عنه هذا الأمر نوى الرفع الشديد ده ما كانش إلا في الاستسقاء حتى يرى باطئة طيه وإن من نوى أنس بن مالك رضي الله عنه لم يرى في رفع النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء إلا في الاستسقاء وبالتالي نفيه لأيضا المواطن الأخرى طبعا طالما ثبت عن الصحابة يبقى المثبت دائما مقدم على المنفي ثم ذكر الباب التالي قال الإمامي بوخيري نحو الله باب ما يقال إذا أمطرت ما يقال إذا أمطرت لما نشوف المطر ماذا نقول وقال ابن عباس رضي الله عنهما كصيب قال المطر أو كصيب من السماء قال الصيب هو المطر وقال غيره صاب وأصاب يصوب ثم ذكر رواية عن القاسب بن محمد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا قال صيبا نافعا يبقى تقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا الصيب اللي هو المطر يبقى مطر نافع مش كل مطر يبقى نافع يبقى كما ذكرنا في رواة السابقة أن الرجل دخل في الجمعة التالية وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال تهدمت البيوت وانقطعت السبل ففدوا الله لنا فدعا يعني أن يمسك المطر فدعا قال الله ما حوالينا لا علينا يبقى في مضره المطر نزل ولكن هو في المدينة ممكن يبقى فيه مضره وعلى الزراعة أيضا ممكن يبقى فيه مضره إن كان أكثر من اللازم إذا كان أكثر لأن فيه زراعات لقدر معين من الماء لو كثر الماء يبقى تفسد هذه الزراعات فلذلك قال الله ما حوالينا اللهم على الأكام والأجام والزراب والزراب ومنابة الشجر يبقى يحول إلى الأماكن التي تستفيد ثم يعود بركة ذلك المطر إلينا فلذلك يبقى فيه مطر نافع وفيه مطر أيضا فيه مضره يعني وبينا هذا الكلام كما ذكر ذلك الأعربي في الجمعة التالية أو ذكر الرجل في الجمعة التالية وقال للنبي صلى الله عليه وسلم تهدمت البيوت وانقطعت السبل وأيضا في رواية السابقة قال يا رسول الله بشق المسافر ومنع الطريق يبقى اشتد على الضرر يبقى فيه ضرر يبقى لذلك كان إذا رأى المطر صلى الله عليه وسلم قال صيبا نافعا يبقى مطر يكون نافع يبقى مطر يكون نافع يبقى بركة هذا المطر سنراها من خلال الثمار والزروع زينا نقول الله مرزقنا علما نافعا مش علم بس العلم علما كما قال الحسن بصري رحمه الله علم نافع اللي احنا بنطبقه وعلم وحج للعز وجل على الإنسان لانت لا تطبقه ما القرآن حجة لك أو عليك حجة لك لما احنا بنطبق حجة عليك يبقى عالمنا الحكم ولم نطبق يبقى حجة على الإنسان فكذلك الله مرزقنا علما نافع الله اننا نسألك علما نافعا يبقى العلم النافع نحن بننتفع به وأيضا الكلام ده بينطبق المال يبقى فيه المال النافع اللي هو الذي ينتفع به الإنسان أما معد ذلك فذيب نتركه للناس كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال الهاكم التكاثر حتى يقول ابن هذا مالي مالي وليس له من مالي إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبله أو تصدق فأمضى وما سوى ذلك فذيب نتركه للناس يبقى على ذلك المال النافع اللي هو استفاد به استعمله يبقى ده اسم المال انتفع يبقى هذا مال انتفع به الإنسان هذا علم انتفع به الإنسان يبقى حتى في العلم يبقى فيه علم أساسا يبقى النافع اللي هو انتفع به الإنسان وفي علم حيكون حجة لله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان حجة على الإنسان انه علم ولم يعمل يبقى علم ولم يطرى إلي منعك يبقى إلي منعك من هذا الأمر زي ما احنا بنعرف مثل بعض السنن ولا نطبق ذلك الأمر فلنطبق يبقى ده هل يطرى يعني علمي فقط بالسنة حينفع ولا التطبيق التطبيق فهو لم يطبق يبقى عنده مال ولم يستعمل هذا المال عنده علم ولكن لم يستعمل ذلك العلم يبقى لذلك قال صيبا نافعا يبقى مطر فعلا نرى بركة هذا المطر من خلال الثمار والزروع والزدهار هي هذه الزروع والتلك الثمار قال صيبا نافعا يبقى علما نافعا ما لن نفعا الله مننا نسألك علما نافعا يبقى العلم علمان كما قال حسر بصري رحمه الله علم انتفع به الإنسان وده العلم النافع وعلمه وحجة على الإنسان عند ربي سبحانه وتعالى هو أنه لم يطبق له مفاعل ذلك العلم ثم ذكر الإمام بخاري رحمه الله الباب التالي قال من تمطر في المطر حتى يتحاضر على لحيتي قال باب من تمطر في المطر حتى يتحاضر على لحيتي يعني بيذكر كده من تمطر في المطر أي تعرض للمطر حتى يتحاضر على لحيتي حتى يتحاضر على لحيتي ونرجع عن الكلام إذن الله سبحانه وتعالى للمرة القادمة تكتب ذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك شكرا لحجة انذا تحدث على مطر المطر قيلا بحجة جب ليه salute ترجمة نانسي قنقر